كما تبع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مع ممثلي تسع شركات أجنبية ومحلية موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التي أعلنت عنها هذه الشركات ليلة الفترة الماضية وتم توقيع مذكرات التفاهم بشأنها بعدد من القطاعات كما تبع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي للمشروعات المواقعة بمذكرات التفاهم المبدئية وخطة توسع الشركات بالسوق المصرية موضحا أن مشروعات مذكرات التفاهم تضم استثمارات مباشرة بنحو مليار دولار وتوفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية تدعم زيادة معدلات تصنيع المحلية مؤكدا استعداد الحكومة لإصدار التراخيص بصورة فورية لخدمة أهداف دعم الصناعة الوطنية